السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله نلقاكم بخير اليوم ان شاء الله فيديو هذا عبارة عن وصفة الكستال اللي يجي بسم الله ما شاء الله وصفة محبوبة الناس كل تحب هذا الكستال وصفة سهلة جد جد سهلة ما شاء الله هذه الوصفة طلبوها مني بعض الأخوات في هذا الزمن وكنت اليوم عودت نشرت هذه الوصفة مرة أخرى بعد ما نشرتها العام نفات يعني اليوم عودت نشرت الوصفة هذه الاستفادة فقط يعني بما أنه العلاجة قرب انتمنى ان شاء الله تكون جرباها يعني وصفة اقتصادية جات ما شاء الله تقدروا تجربوها وتباتوا لتطبيقاتكم نروحوا الآن إلى مقادير وكيفية التحضير يالله روحوا يالله روحوا العمل عندي 6 بيض البيض البيض التيعي صغير فقط يعني مفروض كون كانوا كبار البيض يعني قد نجيب خمسة خمسة عضمات ولكن هنا عندي 6 عضمات قدرت 6 بيض تعال البيض وعندي أرشة ملح أو قرصة ملح نجيب هنا البطير ونضرب البيض تعيي هنا نضربوه حتى يطلع مليح ويصبح يعني أبيض أبيض ناعم بعد ذلك نضيف له السكر هنا فقط يعني نحاول نصبر عليه ونضربوه مليح بالبطير حتى يطلع عنا لأنه البطير هو كلش بالفوي ما نصحكمش نضيف الفوي الفوي روحوا صعيب بزاف وما اطلعش لكم بعد ما ضربت البيض تعيي شوفوا اطلع يعني والبراغاوي ضفت ملعقة صغيرة من الفانيلا هكذا ثم نضيف السكر السكر كاس وفنجا شوفوا حبائي هنا السكر نقدرتها ورايمة ضبوطة ونحن يقول لي السكر هو بزاف لأنه ستة بيض لبيض لازم له باش يكون يعني صلب وتكون يعني ميرنج صلبة ما تسيحش لازم لها السكر كاس وفنجاني كاس واربع راح تجيب مقادير مضبوطة ومش راح تجيب حلوة بزاف نضيف هذا السكر بالتدريش نضيفه بالتدريش نضرب ونصب السكر نضرب ونصب السكر حتى نكمل الكمية كاملة ومبعد ذلك نضيف الفنجان ونصب السكر مباشرة يعني نصب مباشرة كامل نضرب ونعاوض نضرب حتى تصبح له هذا الميرنج يعني البيضة هذا يصبح له ميرنج تلوظه هنا بيت ماسك مليح 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 وتصبح طلبة نستطيع أن نرفع رسيبيون تلكنا ونقلبها وما تسيحش هنا نعرف بأي البيضة في البيضة لتلوظ CIB يعني نقلبها كامل قلبها هنا نضيف الكوكاو عندي كوكاو وزوز كيسين ونصف كوكاو كنت حمصته ورحيته أرقيق يعني لا يكون أرقيق بزاف لا يكون أرقيق بزاف متوسط نضيف الكوكاو ونجيب سباتيول ونرفع من الأسفد إلى الفوق لأن الأسفد إلى الفوق لكي لا تكسر نعود إلى الدخل من الأسفد نضيف الكاس الثاني نفس العملية ونفس الخطوات بعد ذلك نضيف نصف كاس الآخر هنا نضيف زوج كيسين ونصف الكوكاو ونكون محمص ونعاود نكون متوسط في رحية تكون متوسطة نضيف لها نصف كاس فارينة نضيف نصف كاس فارينة نغربه هنا نفس العملية ونفس الخطوات نجيب الخليط من الأسفد إلى الفوق من الأسفد إلى الأسفد حتى نكمله كامل هنا نضيف السنية نضيف الخليطة في ورقة هكذا بعد ذلك نضيف بسفاتيول ونعاود أن نمده كامل على هذه السنية على الجوانب نعدله كامل بسفاتيول فقط نقدر نعدله لكي يكون الأملاك متساوية ثم نرفعه ونضربه ضربات لكي يكون كامل على استوى واحد وندخل الفرن على 180 درجة نشعله من تحت يصفر شوية ونشعله من فوق ونخرجه هنا نذهب الكريمة كريمة الزبدة لدي ملعقتين حليب لدي قهوة براس طيبتها لدي ملعقتين زيت وعندي 125 جرام من الزبدة نبدأ في الأول لدي 125 جرام زبدة في درجة الغرفة ونضيف لها زجب ملاعق زيت ونضيف بالباتير ونخلط بالباتير نضيف نخلط ملاح ملاح حتى تتمازل مكونات مع بعض ثم نضيف نضيف ملعقتين حليب ونضيف ملاقتين قهوة ونضيفهم كريمة هذه لطلاق قهوة يمكنك الملعقتين ونضيف من حليب ونضيفهم ويضيفهم هنا أضيفت السكور كالكريمة ناعم نصفي نضيف الملح ملح من الزبدة بعد ذلك نقوم نضيف بالباتير كما نعرف كل كريمة الزبدة سنضيف لها زوج ملاعق ونصف من كريم شانتي أو غبر كريم شانتي لتعطينا الضوء آخر من الملعقة الأولى من الملعقة الثانية ونزيد من الملعقة ونضربها كامل طلحها مليح 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 وبعد ذلك نحطها في التلاجة حتى نكمل المونتاج الكستالتيعي ندخلها في التلاجة هنا كستالتيعي يطابط وبعد برد تماما نضعها هنا ونضع طرشة ونقلبها في فوق منها كما ترون وعندها طويلة العمل ونضيفها في فوق طويلة العمل والنحية هذا الورق الطهي ستنحى معنا بكل سهولة بكل سهولة نضع ونضع هنا سكينة ونقص الأطراف ونقص الأطراف سنحتاجها في التلاجة نقص الأطراف كامل نقص الأطراف كامل نقص الحواشي بعد أن نقص الأطراف كامل قسمة الكستال إلى قسمين وتسويين ونقص الأطراف لنقص المسطر ونقص الأطراف ونضعنا والسكينة ونقص الأطراف ونضع الفق سينية ونقص الأطراف ونضع الأطراف هنا تكسر لنا رحل كريمة الزبدة ستسوديها بعد نخرج كريمة الزبدة من التلاجة ونضعها في الطبقة الأولى نقسم كريمة الزبدة على قسمين كذلك نضع قسمة الأولى هنا في الوسط بعد ذلك قسمة ثانية من الفوق لنضيح كسراتنا ونضيح كسراتنا نعود نقوم بسطولة هنا ونعدل كريمة الزبدة هذه المليح كما ترونه ونضع نصف الزبدة ونقلبه على وجه الزبدة ونضع فوق منها ونضغط ضغطات من الفوق حتى تلاسخ كل مع بعض وتصبح هذه الكريمة مرساوية في كل جوانب ونعود نقوم بسطولة كريمة الزبدة ونضعها من الفوق ونعدلها بسباطيل مليح 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 العملية سهلة جدا وكستال جاء متعلك روعة 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 أنا أجبني كستال وأنا من العشاق كستال دائما حتى كنت نذهب إلى كستالة هنا أدوكم أطراف لنحايتهم نحاول فتتتهم كما تشوفوا فتتهم كامل كامل يعني عشوائي فقط قطع صغار رقاق كبار شوية هكذا لنضعوا فيهم الكستال من فوق بعد ما كملتهم كامل نضع الفتات من فوق هكذا نضعوا كستال نضعوا نظرة ما شاء الله ما شاء الله شاهدوا أنه روعة جاءت بعد ما كملتهم كامل هنا نضع سكر بودرة أو سكر غلاس نضعوا في الصفايا ونضع كمية قادمة من فوق يعني رشها فقط من فوق نضعوا نضعوا اللون الماران والسكر أبيض يعني نظرة ما شاء الله بعد ذلك نضعوا كامل نضعوا فقط من فوق وهذه المسة من لمساتي فقط كي تكون نظرة مختلفة على الكستال شاهدوا هنا أعطاها نظرة ما شاء الله وهذه لمسة اختيارية فقط يعني عملتها هنا انتم تقدروا تستغنوا عنها ونقسم سكينة ونقسمها بعد نذهب إلى طبق تقدم سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يطور لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جفور فإذا بالكسر يجوى قادر على ما لا يقدر لما تصير برا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكة وهاب الأنم إذا يا حبائي كنت ترى كنت ترى كنت قسمت هنا مربعات جاء بشوية بقرنة شهادك وطراوة جاء ولا أروة هذا هو كسلت يا حبائي كنت وجدته معكم انشاء الله انشاء الله أنه يعجبكم هذه الوصفة وتحياتي جميع تحياتي لكل أعضاء وكل متتبعات وكل مشتركين ونقول لكم ربي يحفظكم ويبارك فيكم ويعتكمت منه انشاء الله وانشاء الله يا ربي نقاك في كل مرة بخير والف خير الصحة هي كل شي انتمنلكم كل الصحة والعافية في البدن انشاء الله وربي يحفظوا لذاتكم ويستح فيهم ويزقكم الدرية الصالحة ورب يتبتكم انشاء الله وكما العادة دايما اخر فيديو اندعيكم ان الدعاء هذا صدقوني يخش من قلبي يخش من قلبي من داخل دعاء يعني خالص لوجه الله عز وجل لانه ربي عز وجل قال ادعوني استجيب لكم ربي سبحانه قرب الدعاء يعني اي واحد يدعيه ربي يستجيب انشاء الله يكون دعاء مستجاب في هذه الايام مباركة وانشاء الله يدخلين علينا دي الحجة بالف خير وعافية انشاء الله هذا كالسلتينة كما تشوفوا شوفوا جاء ولا اروع ولا اروع اذا احبائي مبقى لي لا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وصفة قادمة انشاء الله لا تنسونا انتم كذلك من الدعاء سلام